اهلاً فيكم متابعين الكرام اليوم رح نحكي عن عملية تبديل شرايين القلب تتم عملية تبديل شرايين القلب عبر إجراء عملية القلب المفتوح يتم فيها أخذ شرايين أو أوردة من الجسد المريض نفسه مثل شريان الثدي الأيسر أو شريان الثدي الأيمن أو الوريد الساق الأجوف حيث يتم أخذ هذه الشرايين أو الأوردة ويتم زراعتها ووصلها مع شرايين القلب الأصلية حيث تتم هناك تروية جديدة لهذه الشرايين ولعضلة القلب في النقاط التي قل عليها نقص التروية من يحتاج لهذه العملية في العادة يكون لديهم تصلب في عدة شرايين رئيسية في القلب فإن كان هناك تصلب في شرايين رئيسية بعدد ثلاث أو أكثر يتم نصح المريض بإجراء عملية قلب مفتوح أو إذا كان هناك تضيق في الشريان الجذعي الأيسر ينصح المريض أيضا بإجراء عملية القلب المفتوح هناك حالات أخرى ينصح فيها المريض لإجراء العملية وعملية تبديل الشرايين بوجود شريان واحد أو شريانين وفي هذه الحالات تكون خاصة مثل وجود اعتلال في الصمام تهريب في الصمام أو تضيق شديد في الصمام فخلال إجراء عملية القلب المفتوح وتبديل الشرايين يتم أيضا في نفس الوقت إجراء عملية تبديل أو ترميم للصمام القلبي المخاطر الناجمة من هذه العملية هي قليلة جدا ونادرة الحدوث ولكن نذكر أهمها هو وجود أو حدوث خسرة دماغية وجلطة دماغية دائما نتمنى أشفاء والسلام علي الجميع شكرا